تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف الخاص بسداد مستحقة شركة المقاولون العرب لدى عدد من الجهات الحكومية جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد مدبولي أن الدولة حريصة على استمرار الأداء المميز لشركة المقاولون العرب والسعي لتوسيع نشاطها داخليا وخارجيا باعتبارها ذراعا للدولة في مجال البناء والتنمية اشتركوا في القناة